وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي السفير سلطنة عمان لدى البحرين أن السلطنة اليوم وهي تحتفل بعيدها الوطني تفخر بما حققته من إنجازات متتالية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم نعم السفير العماني أكد في معرض حديثه أن الروابط التي تجمع بين البلدين يشهد لها التاريخ والمواقف بأنها ازدادت عمقا واتسعت محبة على أمر التاريخ وأن الزيارة الأخيرة لسلطان عمان إلى مملكة البحرين أسست لمرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات تحتفل سلطنة عمان في هذا اليوم المبارك بعيدها الوطني الثاني والخمسين المجيد وبهذه المناسبة الغالية يشرفوني بإسمي ونيابة عن أعضاء بعثة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين أن أرفع للمقام السامي بأسمى آيات التهاني وأسكى التبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إن العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين تشهد تطورا ونماء في ظل توجيهات الحكيمة للقيادتين حفظهم الله ورعاهما وهي امتدادا للتاريخ الأخوي المشترك حيث حضيت الزيارة السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في اكتوبر الفائت لمملكة البحرين بالرعاية والحفاوة والاستقبال من القيادة الرشيدة والشعب البحرين الشقيق وستظل هذه العلاقة مثالا متميزا يحتذا به بين الدول الشقيقة وكل عام وسلطنة عمان وشعبها الوفي في خير وأمن وسلام